اشتركوا في القناة بطبع الحل كنحط لكم امتحانات كما كيت تحطو في الوطني تماما اذا عندكم التكست اللي دجقت لكم انه راشوية صعيب عندكم التكست ها هوية من بعد كتديروا الكمبريهانشن بطبع الحل لأسئلة كما كيت تحطو في الوطني عندكم true or false وبطبع الحل غادي تجوسفاي your answer يعني تتعلل جواب ديالك عندك answer the following questions من النص بالطبع complete the following sentences from the text يعني هادي الجمل غادي تكملوهم من التكست وبطبع الحل هادي الجمل كيكونوا اصلا انتم مكتوبين عندكم في التكست غير بديل لكم بطريقة مختلفة وانتم تعاودوا تكملوهم وهاتجو اجتمالين الاخرانيين عندكم تمالين دي غادي تقلبوا على هاد الكلمات هادو من الparagraph اللي كل كلمة حطنا لكم اشمل paragraph فيها وعندكم اخر حاجة كلمات اللي غادي تشوفوهم what do the underlying words refer to in the text يعني فاش غادي تشوفوهم مثلا فاش كنشوف ديك it كنعرف اش من عليش كيدوي وديك it شكونة هي ديك it اوكي يعني فاش كتقلوك توصل لها ديك it هادك شي اللي طحلك في بالك انهم داوين عليه هو اللي غا تكتب وكذلك which كينا في الparagraph الرابعة بالنسبة ل language كذلك محطوطة تماما كما كيت تحطوه في الوطاني باش صحاب السيزيام انكم تدربوا على الوطاني من دعبة اولا ثانيا انه اصلا هاد الامتحان صحاب الباكي لك انت تتقرأ في الباكي را تقدر تخدم هادا حتى هو يعني لاش لان الدروس را ديولك كينين في عندك زعمة في الدروس ديال الوطاني text ما محتاجينش انه يكون من الوطاني يعني كيكون text عادي وانت تجاوب على الاسئلة ديالي واسئلة حتى تهم كما كيت تحطوه في الوطاني عندكم هنايا كلمات غادي تتعمرهم في المكان المناسب وعندكم التمرين التاني اللي غادي تشوفوا هاد الكلمات اللي بين قوسين غادي تحطوهم في الفورم الصحيح عندكم هنايا التمرين السيئرة هو شنو سميتو الباسيف فويس يعني انتم من يتحاب الباكالوريا عندكم الباسيف فويس هنا هاد الجملة التانية لانه عندنا give وgive هو هادك الافعال من ذوك الافعال اللي كيحتاج جوج ديال الوبجيكت داك شيش اللي شعطيتكم تكتبوا الجمل بجوج طرق بجوج ديال الوبجيكت اوكي عاد عندكم which هو relative pronouns وحتى صحب الباكال عندكم الدرس متاع relative pronouns وايضا عندكم how to apologize حتى هورا عندكم apologizing في الدروس ديال الوطاني وعندكم اخر حاجة اللي هي writing write an email to your friend and tell her ولا tell him على حسب وش بنت ولا دري about your favorite celebration يعني غادي تكتب ايميل يعني هناك نفهمو مدم انا غادي نكتب ايميل لصادقة ديالي ولا صادقة ديالتي غادي نفهم ان هورا انا هاد الايميل غادي يكون informal ايميل اوكي سو غادي تكتبوه على الاحتفال اللي هو يوم عزيز عليك ادن غا تحاولو تخدمو الامتحان بالطبع بساعتين حتلت لتسوعة ماكسيمون تحاولو تكتبو الواحد كرونو باش تشوفو شحال صابتو شحال تقريبا تلوقت باش صابتو هاد الامتحان مفهم وفاش غادي تتليو الامتحان غادي نعود نديلكم تتحح بطبيعة الحال من هنا الواحد اليومين نعطاكم وقت تقبل ما سلتوه او لا غدا مهم وقت ما حتى انا يا تلت غالبا الخميس مفهم او صافي وقلاتش اللي كان وكنتمنى انكم تصابوا متيحا في ساعتين اولا تلت سوعة بسلام عليكم حتى نعود نلقيكم في التصحح ترجمة نانسي قنقر